في إطار زيارة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق إلى المملكة اجتمع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم مع معالي الدكتور واعد عبدالله وزير التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية الشقيقة وخلال الاجتماع أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية الشقيقة مشيرا معالي إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم تحرص على مواصلة الدفع بمسارات العلاقات الثنائية بين البلدين نحو أفاق أرحب بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وجرى خلال لقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر